مع تعثر الحاصل في تشكيل الحكومة على مدى أربعة أشهر يتغير المشهد السياسي في البلاد سياسيا واقتصاديا وصولا إلى التطورات الإقليمية التي تلقي بذلالها بدءا من النزوح السوري وصولا إلى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وفي ظل الأفق المسدود أمام ولادة قريبة للحكومة كيف يصف وزير الأعلام من حمرياش الواقع الحالي والأسباب المتعلقة بتأخر عملية التشكيل ما فيه أي مانع إقليمي لتشكيل الحكومة المانع هو محلي وحله محلي وإذا فيه أي عائق إقليمي الحركة السيادي المحلية بطبيعته وبحضوره ممكن أنه تحله ولكن رئيس المكلف ما نعرفه عنه ومنه أنه مصر على تأليف حكومة وراعي التوازنات العميقة الوطنية وكذلك تؤمن تعكس نتائج الانتخابات تماما كما هي كيف تصف هذا التأخير؟ التأخير أعتقد أن المشكلة هي لدى بعض الأطراف الذين يصرون على إضعاف تمثيل غيرهم وتأمين تمثيل مضاعف لهم هل تقصد مع الوزير التيار الوطني الحور؟ لا تعليق تهدئة كاملة الوزير الرياش اعتبر أن الفراغ الحكومي خطير لكنه ليس الأخطر مشيرا إلى أن حركة تشاور ستقوم بها القوات مع جميع الأفريقاء من أجل رفع الصوت بشأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال الخطر الكبير على لبنان أو آخر الأخطار على لبنان بالفعل قدرنا جوازناها لما رشحنا العماد عون من معرابة كان فيه خطر فراغ أكتر من سنتين بالرئاسة وكان ممكن البلد يروح على مكان مجهول ولكن اليوم أكيد فيه خطر بس مش الأخطر القوات مش تطالب هلأ هلأ تشاور من أجل الأمور الطارقة العالقة بالبلد تشاور الرئيس المكلف تشاور الكتر الأخرى ستشاور فخامة الرئيس على أهمية أن يكون هناك اجتماع للمجلس الوزراء تصريف الأعمال اجتماع طارق لتصريف أعمال طارقة تتعلق بالمواطنين تتعلق بسادر واحد وإقرار الإصلاحات الإدارية المطلوبة لأنه سادر تمشي لأنه في حاجة اقتصادية طارقة بالبلد الوزير رياشي كشف أن العلاقة مع تيار المردة إلى تواصل جدي عبر لقاء سيجمع رئيس حزب القوات مع رئيس تيار المردة في أقرب وقت العلاقة مع تيار المردة أصلا حتى بمجلس الوزراء مع صديق يوسف نيانوس كانت كويسة وكانت متفاعلة والعلاقة مع تيار المردة كتيار على الأرض تقريبا مطبع كليا بشمال وما في أي إشكالية يعني وما فيش أي مانع بيستدعي أنه ما يلتقوا سني الجعجع أو سني الفرنجيني وجدد الرياش التأكيد على موقف القوات من سلاح حزب الله وبأنهم حق الشرعية اللبنانية في امتلاكه وعدم تدخل أي طرف في الصراعات الخارجية لسيما المشاركة في الحرب في سوريا اشتركوا في القناة